اللي في بداية عايزين نطمن حضراتكو على فرقة الاهلي النهاردة الفريق بيقدي مرانه الحقيقة ليست شفائي لانه كل التدريبات على كلام ميستر ريكاردو سوارش المدير الفني قالك انا ما بدربش انا بطبطب وعالج وجاهز وادخل المعسكر ما فيش وقت ابدا اللعيب اللي بيجيله شد بيبعد المباراة اللي جاية مع الفرق ويوم الاربع مساء بيغيب عنها او بينضم لقايمة المستشفى فيها احمد عبدالقادر وصلاح محسد وطبعا القايمة بعد كده تطول يمكن انت النهاردة بتتكلم في 13 لاعب غايب عن الفريق بشوان وما حدش عايز يبوصل ايدي يعني وما حدش عايز يدرس اسبابها لان استاذ ابراهيم احنا من بعد العبدة او ما قبلها قليلا في كاس العالم انا اعربتلك عن قلقي من المشهد التدريب اللي في النادي الاهلي ايه وقلتلك خصوصا قبل نهاية افريقيا هو فين الشغل اللي بيجاهز لما بعد هذه المرحلة ايه اجازات اجازات بكامل الاطقم مش بس الراجل وكأن الراجل قرر الرحيل ها وليحصل يحصل اي فلما جاه وقال انا مش مكمل انا قلتلك انا مش مندهش لان كان في قدم الشغل واحد عايز يكمل هو ماشي واللي يحصل يحصل بعضين النهاردة فريق يعاني بدنيا جدا ويعاني من ما هو الاجهاد له تدريبات يعني انت لو خدت الاجهزات دي في تدريبات الاستشفاء اي او منح الاجهزات المقننة وانتقائية اللعبة اللي تاخد اجهزات اللعبة اللي تكمل والروتيشن المزبوط كان زمانة نجيت من المرحلة دي فاحنا بنحاول دلوقتي نعالج بس اثناء المرض مش بنتوقع العلة فربنا يكمل ولكن ثقة الكاملة التي لا يجب اطلاقا انت حد في النادي الاهلي دي مش ثقافتنا لا حنرمي الفوطة ولا حنستسلم وحنفضل لاخر نفس بنقول الدور يا اهلي والدوري بتاعنا ولعبتنا معانا يعني احنا مش بتعدلنا في المقولين لكن دي قصة عشر حالة لا اداءنا في المقولين ما كانش وحش اي كان افضل بكثيرا من مطش اي السابق اللي كسبناه احنا نقدر وبإذن الله لعبتنا حيتكادفوا وحيدفوا عن نفسهم اولا وعن نديهم وجماهيرهم اللي هما عاشوا في نعمة الاهلي في نعمة الاهلي طبعا اهلي نعمة واحنا ايام السعادة اللي سعدناها حد قدر يعيشها ايام واحنا عشان كده قلمنا بيبقى جديد مش متعودين على الهزيمة ولا الابتعاد هنخرج منها اقوى مما كنا والدوري لسه في الملحب ترجمة نانسي قنقر